السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ونتابع في هذا الفيديو حديثنا عن الفعل GO ونأخذ بعض العبارات التي تأتي مع الفعل GO تكلمنا في فيديو سابق عن الفعل GO ويضا أخذنا الكثير من الأمثلة نتابع في هذا الفيديو درس أساسي من أساسيات اللغة الإنجليزية GO UP بمعنى BUILD يبني NEW BUILDINGS ARE GOING UP EVERYWHERE يعني تبنى أبنية جديدة في كل مكان لا نقول تذهب للأعلى أبنية جديدة كل مكان إذن معنى تبنى NEW BUILDINGS ARE GOING UP EVERYWHERE إذن GO UP بمعنى BUILD أيضا ما ننسى الفعل GO بالPREZENT بالمضارة البسيط الماضى منه WENT بالماضي نستخدم الماضى البسيط وعندنا GO ذاهب الفعل بالتصرف الثالث نستخدم مع الأزمنة التامة أيضا GO AFTER بمعنى يطارد أو يتبع GO AFTER SOMEONE إذن يطارد أو يتبع شخص ما بمعنى TO CHASE CHASE معنى تو يطارد TO FOLLOW يعني لتتبع إذن نحفظ GO AFTER بمعنى يطارد HE WENT AFTER THE THIEF لا نقول ذهب بعد اللص WENT AFTER بمعنى طارد يعني هو طارد اللص إذن HE WENT AFTER THE THIEF بمعنى طارد أو لحق اللص GO ABOUT بمعنى يتابع أو يستمر بفعل شيء ما إذن GO ABOUT معنى TO KEEP BUSY WITH SOMETHING إذن لتتابع أو لتستمر بشيء ما أو بفعل شيء ما مثلا DESPITE THE THREAT OF WAR PEOPLE WENT ABOUT THE BUSINESS AS USUAL يعني بالرغم من تهديد الحرب تابع الناس أو استمر الناس بالعمل AS USUAL كالمعتاد يعني بالرغم من تهديد الحرب الناس تابعوا إذن نقول ذهبوا حول العمل بمعنى تابعوا استمروا إذن GO ABOUT بمعنى يتابع الماضي منه GO كتبنا WENT DESPITE THE THREAT OF WAR PEOPLE WENT ABOUT THE BUSINESS AS USUAL أيضا GO بمعنى TO BE AVAILABLE يكون متوفر THERE AREN'T ANY SCHOOLS GOING THIS CITY يعني لا يوجد أي مدرسة متوفرة في هذه المدينة إذن لا نقول GOING بمعنى ذاهبة إذن GOING بمعنى متوفرة طبعا AREN'T هي اختصار لAR NOT كما نعلم كلمنا بفيديو سابق الحب يرجع عليه THERE IS يوجد لكن مع المفرد THERE ARE أيضا يوجد لكن بعده يجي جمع لاحظ SCHOOLS في S الجمع استخدمنا AR إذن GO بمعنى TO BE AVAILABLE أيضا GO بمعنى يعمل مثلا IF A MACHINE GOES IT WORKS يعني إذا آلة يعني تذهب هي معنى تعمل لكن نقول تذهب IT WORKS يعني إنها تعمل IT تعود على MACHINE إذن لاحظ MACHINE نستخدم بدلها IT وبدل GOES بمعنى WORK بمعنى يعمل مثال THIS CAR DOESN'T GO يعني هذه السيارة لا تعمل لا تشتغل لا نقول لا تذهب إذن GO بمعنى WORK بمعنى يعمل THIS CAR DOESN'T GO أيضا GO بمعنى DISAPPEAR إذن بمعنى يختفي HAS HER HADIC GONE YET يعني ألم يذهب أو يختفي صداعها بعد اللاحظ نعرف بالمضارع التام بيكون عندنا HAS أو HAVE والفعل بالتصريف الثالث أثناء السؤال فقط نضع هذا أو هذا في بداية الجملة اللاحظ HER HADIC إذن صداعها يعني الضمير IT إذن نستخدم HAS بمعنى HAS IT GONE YET أو HAS HER HADIC GONE YET إذن GO بمعنى DISAPPEAR أيضا GO بمعنى THROUGHOUT يعني يرمي يرمي شيء ما THE OLD CHAIR WILL HAVE TO GO إذن سيتوجب أن يرمى الكرسي القديم بمعنى GO لا نقول يذهب بمعنى يرمي أيضا فعل GO بمعنى TO GET WORSE يعني يسوق أو يصبح أسوأ NOT WORK CORRECTLY لا يعمل بشكل صحيح أو بشكل حسن HIS SIGHT IS BEGINING TO GO إذن يبدأ IS BEGINING يبدأ بصراه بالضعف إذن GO بمعنى يسوق أو يصبح أسوأ أو يعمل بشكل سيء أيضا GO بمعنى TO DIE يموت TO AVOID SAYING DIE لتجنم قول DIE يموت نستخدم GO يعني ذهب بمعنى يموت THEY CAN'T TAKE THEIR MONEY WHEN THEY GO لا يمكنهم أو لا يستطيعون أخذ نقودهم عندما يموتون إذن نقول يذهبون يعني يموتون لكن يتجنبون قول DIE عندما يموتون يستخدم بدلا عنها GO إذن GO بمعنى DIE يموت THEY CAN'T TAKE THEIR MONEY WHEN THEY GO CAN'T باختصار لي CANNOT يعني لا يستطيعون WHEN عندما THEY GO GO بمعنى SPEND إذن يصرف SPEND إذن صرفه IS SPEND يصرف إذن GO بمعنى يصرف أو يصرف I don't know where the money goes لا أعرف أين تذهب النقود أو يذهب المال بمعنى أين تصرف النقود Most of his salary goes on rent معظم راتبه يصرف على الاستئجار أو الايجار إذن GOES بمعنى يصرف لا نقول يذهب إذن يصرف I don't know where the money goes Most of his salary goes on rent لاحظ ضفنا السل المفرد الغائب لماذا؟ لأن المال مفرد أيضا سلالي أيضا إت مفرد دائما إذا كان الفاعل هي شي إت الفاعل نضيف له S أو E S نسميها أس المفرد الغائب أيضا GO بمعنى start يبدأ As soon as they get here were ready to go حالما يصلون هنا where ready to go نحن جاهزين لنبدأ إذن لا نقول لنذهب إذن GO بمعنى يبدأ نحفظ as soon as بمعنى حالما منشوف as soon as يأتي بعدها مضارع بسيط إذن لاحظ get where هي اختصار لي we are ready جاهز as soon as إذن نحفظها مع بعض دائما تأتي as soon as حالما they get here were ready to go إذن GO بمعنى start أيضا GO بمعنى something make progress or succeed يعني شي يستمر أو ينجح يعني بمعنى يتقدم أو يكون على ما يرام إذن GO بمعنى على ما يرام أو كيف تسير إذن على ما يرام أو كيف تسير الأمور مثلا إذن GO بمعنى يسير how did his exams go يعني كيف كانت امتحاناته كيف سارت امتحاناته إذن GO بمعنى يسير يعني كيف سارت امتحاناته لا نقول كيف ذهبت امتحاناته how is it going your life إذن كيف تسير حياتك يعني كيف حالك هذا المعنى الجملة كيف حالك كيف الأمور تسير معك إذن كيف تسير الأمور معك إذن how did his exams go how is it going your life بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن الفعل go والverbal phrases العبارات الفعلية التي تأتي مع الفعل go كما قلنا الفعل إذا جاء بعده حرف جر نسميه phrase إذن عبارة كل ما جاء حرف جر معين يتغير معنى الفعل والفعل go من الأساسيات في اللغة الإنجليزية يجب أن تعلم جميع المعاني أو نقول ما يقابله في اللغة العربية بالتالي نطور من لغتنا الإنجليزية وستطيع أن نستخدم الكلمات بشكل صحيح أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته